من جديد يغيب التوافق في تشكيلة الحكومة الجديدة فلا معارضة ولا نقبات ضمن تركيبة الحكومة أولاً هذا النظام الحالي هو نظام إقصائي هو صحيح المعارضة حسب علمنا لم توافق على المشاركة في هذه الحكومة ولكن منطق الإقطاع ومنطق الإقصاء هو يغلب على هذا المنظومة التي تحكم واللي يجب مقاومة سلمية كبيرة جداً لإبعاد فريق كبير من الساسة ومن الإدارة ومن بعض المتجذرين في حزاب سياسية بعينها اللي ليس لديهم إلا ثقافة الإقصاء والتهميش ويظنون بأنهم المعارضة تتمسك بركوب موشة الحركة الشعبية حالياً ترفض حكومة بدوي وتبرر بصوت الشعب المأسيرات المليونية في هذه الثورة الشعبية يعني كأنها ذهبت هباء منثورة نحن نعتقد أن العودة إلى جدة الصواب والعودة إلى الحكمة والتفاعل بإيجابية مع الشعب الجزائري الشعب هو السيد وبين رفض الحركة الشعبي ورفض آخر للأحزاب ينتظر أن تدخل الحكومة فصلاً آخر من الجدل الجمع المقبلة على اعتبار أن المطلب لم يكن تغيير الحكومة التي رفضت كل الأطراف المشاركة فيها بل التغيير الشامل والكامل لوجوه النظام القائم